لو الحكاية فيها إن ذيت السعي لاحتواء الكنائس أو المد جسور للتواصل كما ذكرت حضرتك كيف يكون من منظورك لتفعيل دور مجلس الكنائس مصر والوصول إلى الوحدة المنجودة شوف احنا اولا بنحترم الكنائس الأخرى وبنكن تقدير خاصة الكنيسة القبطية الأوتودوكسية والكنيسة الكاثوليكية وبنعتبر الكنائس الكبطية والكاثوليكية وبالذات الكنيسة القبطية حفظت الإيمان في مصر وقامت بدور تاريخي مهم جدا لكن في الناس لا تنؤمن بالتعددية ونؤمن بالآخر يعني دي في غاية الأهمية وخلينا أكون صريح معاك أنا شخصيا لا أسعى للوحدة الإدارية بين الكنائس يعني عشان لا أبيع وهما ولا أكون وهما بلك مش هيحصل أن الكنائس كل كنيسة تتخلى عن رئاستها وإدارتها وتصبح كلها كنيسة واحدة هذا يحدث في حالة واحدة حينما يأتي الرب يسوع برة أخرى ويجمع الكنيسة ككل أنت وبالك فالوحدة الإدارية ده كلام مش دقيق يعني إحنا بنحترم الكنائس الأخرى إحنا ليس لدينا بطياركا والكنائس القبطية لا تتخلى عن البطيارك فيجب أن نقبل التعددية ولكن الوحدة التي نسعى إليها وحدة الروح وحدة في الفكر وحدة في الدور وحدة في التأقلم مع المجتمع وبناء الجسول مع المجتمع هذا أقوى في فوق النظر يعني وحدة الدور وحدة الفكر وحدة الروح وحدة في العبادة ممكن وبالتالي مجلس كناس مصر ممكن أن يلعب دور في هذا المجال ما يبقاش بس دور واقف عند اللقاءات التي تعقد سنويا وبعض الأنشطة الضعيفة يمكن لمجلس كناس مصر أن ينتقل إلى مساحة جديدة دون أن يؤثر في الوحدات الإدارية نحن نحترم إدارة كل كنيسة ونحترم رئاسة كل كنيسة إحنا لدينا نظامنا والكنيسة القبطية لديها نظامها والكنيسة الكاثوليكية لديها نظامها وبالتالي احترام هذه الأنظمة وأعتقد أننا نحن ننادي دائما بأهمية التعايش مع حق الاختلاف التعايش لا يكون فقط على ما هو مشترك لكن أيضا التعايش مع حق الاختلاف هذا أمر في غاية الأهمية وبالتالي بتصور أن دور ممكن لعبوا مجلس كناس مصر في أنشطة حقيقية على أرض الواقع تجمع الكاثرين وتعطي مساحات جديدة وأرضية جديدة مع الحفاظ على قصوصية كل كنيسة ومع الحفاظ على نظام كل كنيسة هذا شخصيا ما أسعى لي فالوحدة في اعتقادي هي وحدة الروح والفكر والمشاركة وليست وحدة إدارية يمكن كلام ده ما يعجبش بعض الناس بسدى الحقيقة يعني إحنا بنحترم أن الكنائس التقليدية الأرثوغسية والكاثوليكية بها رئاسة باترياركية إحنا ما عندناش إحنا رئيس الطائفة عندنا مش باترك إحنا رئيس الطائفة عندنا بيقوم بالتمثيل السياسي بين الكنائس الإنجليا والدولة وهو له دور مختلف وبالتالي هذا التنوع والاختلاف لصالح المسيحية ولصالح مصر تعليق حضرتك على انتقادات بعض الرموز أو القيادات الكنائسية الأرثوغسية لفرق الترانيم الإنجليا وانتقادات البعض لفكرة أو مفهوم مجلس كنائس مصر وخروج بعض المصطلحات التي تثير بعض الفزعات حوالين فكرة الوحدة شوف لا يستطيع أحد أن يعيد إنتاج الماضي هذه التصريحات وهذه اللغة لغة ما قبل الثورة لأنه ما قبل الثورة أوهم النظام الأقباط بأنه الحامل لهم والكنائس تصرعت فيما بينها على أن كل منها له سلطة مطلقة على تبعيه هذا أسقطه يناير ويونيو وما له أزل السماء فليسمع البعض إذا أراد أن يمارس هذه السلطة من التخويف والترهيب وفرض الأمر على الناس سيفخد الناس لأن حاجز الخوف انكسر وحاجز الخوف انكسر عند السلطة السياسية وعند السلطة الدينية ودينا بنشوف في كل الكنائس تسمع الناس تأف وتتظهر داخل الكنيسة في وجود كل الرئاسات الدينية انكسر حاجز الخوف عند الجميع وبالتالي هذه الأصوات في اعتقادي هي أصوات نشاز تغرد بعيدا عن السرب لا تدرك كيف الوحدة في مصر يسعى إليها الشعب قبل الكذا والشعب هو قوة الضغط الحقيقية وأنا شخصيا ضد عشان أكون واضح أن أي حد ياخد أي حد بيحضر الكنيسة ويدعو إلى كنيسته طالما المسيحي يحضر كنيسة خلاص أنا بقول اللي تدعوه هو اللي ما بيروحش كنيس هو اللي بشموم من أي إيمان هو اللي بيجدب هو اللي بيسرق هو اللي الغير مرتبط بعلاقة سليمة مع الله ويروح أي كنيسة لأن الكنيسة ليست بيزنس أرضي دي مش شركة نتصارع كل واحد يضم الناس إليها الكنيسة هي جسد المسيح هي التعبير عن الحضور الله في الأرض وبالتالي الكنيسة مدعوة أن تقوم رسالتها بطريقة الله وليس بطريقة البشر وأن تحكمها مبادئ الله وليس مبادئ البشر وبالتالي التعصب مرفوض خطف الناس من الكنيسة مرفوض طالما بيروح كنيسة خلاص إحنا دايما نشجعه لكن ما بيروحش كنيسة خالص أن يروح أي كنيسة وبالتالي إحنا ضد هذه النوعية من التصريحات ولا نؤمن بها وأصحابها يعيشون ما قبل الثورة ويغردون خارج السرب وأعتقد أنهم غير وعيين بما يريدوا شعوبهم وبالتالي أنا شخصيا لست مع هذا الطيار ولا أحبه ولا أشجعه أنا احترم كل الكنيس أنا لا يمكن ما احترمش أي كنيسة والاحترام مش معناها أن أنا متفق مع كل الكنيس في كل عقيدها ولا بما ليش عقيدها لا أنا عندي عقدي والتي أؤمن بها وأنتمي إليها وأموت من أجلها مش بس أنتمي إليها ولكن انتماء لعقدي وحبي لها يجعلني أحترم العقاد المختلفة عني وأقدرها وأجلها وهذا لا ينقص من عقدي وينقص من التزام لا الديني ولا الوطني دكتور أندريا هناك استطلاعات للرأي داخل الكنيسة الإنجلية حول ثيامة المرأة وهذا أمر انتقدت فيه الكنيسة الإنجلية يكاد يكون المرة الرابعة على التوالي في سلسلة الانتقادات التي توجه إليه فما هو موقف الدكتور القاس أندريا زكي من أمر الرسامة المرأة قصة شوف من الناحية اللاهوتية الكنيسة الإنجلية المشيخية الموضوع هذا تتناول الكنيسة الإنجلية المشيخية وليس كافة المزاهب الإنجلية في مصر يعني السبعتاشر المزاهب ليس كلهم متناولين هذا الموضوع الكنيسة الإنجلية المشيخية في مصر تناول وهي الكنيسة الأكبر تناولت هذا بالنسبة الكنيسة الإنجلية يعني تناولت هذا الموضوع على مرحلته مرحلة الأولى نحن عندنا وظيفة شيخ أو شيخة وهي وظيفة مساوية للقسيس لكن الفرق أن الشيخ هو مدبر يرعى الأمور الإدارية للكنيسة لكن القسيس هو شيخ معلم الكنيسة الإنجلية في 2006 رسمت المرأة شيخة وبالتالي من الناحية اللاهوتية هناك اتفاق مع الغالبية وليس الجميع في بعض المعارضين اللاهوتية بلاه يجوز رسامة المرأة قسا كما تم رسامتها شيخة البعض يعرض هذا اللاهوتيا في طيار داخل الكنيسة الإنجلية المشيقية لاهوتيا أيضا يرى ويعارض لا بيقول هذا الكلام بالصحيح ولاه وكهة نظر إذن داخل الكنيسة الإنجلية المشيقية التي تسعى لهذه القضية في طيارين كبار في طيار مؤيد وفي طيار مؤيد داخل مستوى اللاهوتي على المستوى الاجتماعي أيضا والثقافي في طيارين في طيار بيقول يجب أن لا نتجاوز المجتمع والعادات والتقاليد الشرقية موقف الكنيسة الأرثوذكسية ونحن نعيش أيضا في بيئة إسلامية وبالتالي حتى وإن كنا من الناحية اللاهوتية نؤمن بأنه يجوز رسامة المرأة قسا المجتمع هذا طيار في طيار تانيب الكنيسة طول عمرها رائدة وتقود المجتمع فلو كانت الكنيسة قالت هكذا على تعليم البنت سابقا ما كان من الممكن أن تتعلم المرأة ولو كانت الكنيسة خاضعة لكل عادات وتقاليد المجتمع ما كان من الممكن أن يحدث هذا التقدم فالكنيسة رائدة ويجب أن تسبق المجتمع وليس العكس إذن في هذا الموضوع في طيارين لهوتيين وفي طيارين اجتماعيين وثقافيين يعني وهذه الطيارات متداخلة أنا أحتفظ أن أنا أقول رأي دلوقتي وإن كان يعني معروف لكثيرين لأنه سيقوم سنودس النين الإنجيل وهو الجهة المختصة بعرض هذه القضية في اجتماعه القادم في نهاية أبريل والتصويت عليها وبالتالي أتوقع أن يصل السنودس في قرار أولي بشأن هذه القضية ودار الثقافة أصدرت كتابا مهم هل يجوز رسامة المرأة قصا جمع من الناحية اللاهوتية والاجتماعية عدد ليس بقليل من المفكرين الإنجيلين الذين أبدو رأيهم في هذا الموقف طبعا الموقف معقد وليس بهذه البساطة وأعتقد ستتناول الكنيسة العمى لكن أنا بشكل عام من نصير المرأة ومن نصير نتخدرها قد نقلت لك رأيي لكني أخضع دائما لموقف الجامعة طيب دكتور أندريا الآن الوطن في مرحلة حرب على الهرب وهناك انتشار لجماعات متطرفة وفي شتى ربوع منطقة شرق الأوسط رأي حضرتك في الحد ودور الكنيسة في الحد من تلك الأعمال ومعاونة الدولة ودور المجتمع المصري ككل في العمل على تقليص تلك الأعمال الإرهابية والعمل على تقويم أفكار هؤلاء التنظيمات شوف احنا عندنا مستوين مستوى الأولاني أمني وده الدولة بتقوم بيه حاليا وهياخد وقت وهياخد مجهود لأنه الإرهاب بالظاهرة النهاردة وهي ظاهرة عالمية وفي قوة كثيرة متفاعلة فيها احنا ككنيسة بنقف وراء جيشنا وشرطتنا ودولتنا بكل قوة في مواجهة هذه الظاهرة المدمرة ده على المستوى الأمني المستوى الفكري هي قضية حقيقية والمؤسسة الدينية مسيحية وإسلامية عليها مواجهة الإرهاب الفكرية وما تخجلش وما تخافش وما تترددش على المؤسسات الدينية أن تواجه الفكر بالفكر وأن تواجه التطرف بالاعتدال والاعتدال ليس موقفا رخوا أو موقفا متسامحا تسامحا سلبيا الاعتدال موقف صلب متسامح تسامحا قويا يدرك الآخر ويعدل منه ولا يتمكن منه الآخر وبالتالي مطلوب الآن دعا الرئيس إلى هذا وهو محق مئة في المئة عادت النظر في الخطاب الديني وخلينا نكون سرحة تعصف في كل حتة ومش هنقدر نحط رأسنا في الرامل كل مظاهر التعصف يجب مواجهتها عادت النظر في الخطاب الديني عادت النظر في المناهج التي تدرس في الأزهر عادت النظر في المناهج التي تدرس في مناهج التعليم الابتدائي والإعداد والسنوي بشكل واضح عادت النظر في بعض البرامج الإعلامية التي تدس فكرة متطرفة بشكل أو بآخر إذا أردنا مواجهة الظاهرة يجب أن نواجهها بقوة الاعتدال وليس برخوة الاعتدال في